أما الأوضاع في الضفة الغربية والاقتحامات المستمرة للجيش الإسرائيلي نستعرض جديدها من رمالة مع مراسل الحدث خالد القاسم صباح الخير تفضل صباح النور المبروك ما يزال الاقتحام الإسرائيلي مستمر منذ 24 ساعة على مدينة جنين ومخيمها حيث ارتفع عدد ضحايا هذا الاقتحام إلى سبعة قتلى وأكثر من عشرين جريحا بينهم إصابات خطيرة فيما أفادت مصادر رسمية محلية بأن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير 15 منزلا سواء بشكل كلي أو جزئي فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرة والمحررين بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل حتى اللحظة أكثر من 100 فلسطيني من مدينة جنين ومخيمها رغم أنه أطلق صراحة بعضهم بعد التحقيق الميداني معهم إضافة إلى تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية في المدينة ومخيمها حيث قامت الجرفات الإسرائيلية بتجريف الطرقات والمداخل المخيم وقامت بوضع سواتر ترابية مما تقوم بتجريفه إضافة إلى إفادات من وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني بأن الحصار على المشافي ما يزال مستمرا حتى هذه اللحظة وهناك إعاقة لتنقل مركبات الإسعاف هذا الحال في مدينة جنين حيث شهدت أيضا العديد من المدن الفلسطينية تحديدا مدينتين نابلس وقلقيليا إلى اقتحام في هذه الأثناء مستمر حيث اقتحمت كوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس فيما اقتحمت أيضا هذه الكوات مدينة قلقيليا وتقوم بحصار منزل في حي كفارسابا وحي النقار طبعا كل ذلك يأتي وسط مواجهات واشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي اعتلى قناصته أسطح المنازل ويمنعون إلى حد كبير تنقل الفلسطينيين تحديدا في حيي النقار وكفارسابا كان هناك أيضا اقتحام لبلدة تلفيت بالقرب من مدينة نابلس ولشعفات وبلدة حزمة بالقرب من مدينة القدس حيث نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت العشرات ولكننا بانتظار بيان هيئة شؤون الأسرة والمحررين لمعرفة العدد بالضبط طيب فيما يتعلق وبالعودة إلى الخبر الأهم المستشفيات هل وضع المرضى داخل المستشفيات المحاصرة؟ يعني الحصار هو منذ يوم أمس المرضى متواجدون في الداخل المشافي لم تصدر وزارة الصحة أي بيان بأنها تعاني من نقص في الأدوية أو في الكوادر الطبية داخل هذه المشافي ولكن فكرة حصار المشافي والتدقيق في هويات من يدخلون ومن يخرجون إيقاف مركبات الإسعاف وتفتيشها والتدقيق في هويات المرضى والجرحة الذين يتم نقلهم لاقا استنكارا من قبل المنظمات الدولية مثل الهلال الأحمر الفلسطيني الصليب الأحمر منظمات الصحة العالمية وزارة الصحة الفلسطينية ولكن لا بيانات أو لا نداءات بأن المشافي تعاني من جراء هذا الحصار باستثناء إعاقة دخول وخروج الأطقم الطبية والمرضى إليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر